وفق مجلس الشورى بالإجماع خلال جلسته برئاسة معالي سيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعديل المرسوم بقانون فيما يتعلق بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جاء استناداً على ما جاءت به مبادئ باريس من نقاط وهي تعنى بالملف الحقوقي والإنساني في مملكة البحرين هذه النقاط تم أخذها بعين الاعتبار حيث جاء الأمر الملكي السامي ليحدد هذه المعايير انطلاقاً من اهتمام جلالة الملك المفدة بأن تسير مملكة البحرين على النهج الذي يعزز من الشأن الحقوقي والإنساني فيها يأتي هذا التعديل الاستجابة إلى تعزيز حقوق الإنسان أولاً في البحرين وإلى بعض الملاحظات التي أو جميع الملاحظات التي تلقيناها من قبل اللجنة الفرعية للاعتماد التعبع للإنفوضة السامية لحقوق الإنسان خلالها مثلاً التفرغ لبعض الأعضاء الزيارات المعلنة والغير معلنة لأماكن الأصلاح والتأهيل أن يؤهل المبنى لذوي الإعاقة لجنة حقوق الإنسان رفعت التوصية فيما يتعلق بهذا التعديل على مجلس الشورى والذي بدوره وافق عليه في المجال الداخلي والخارجي هذا المرسوم بقانون بدون شك سوف يعزز من مكانة البحرين ما حواه المرسوم هو ما جاء به مبادع باريس من نقاط وفي الواقع تضمن هذا المرسوم نقاط إضافية إلى ما جاء به مبادع باريس مثل هذه المراسم التي تصدر بين فترة المؤقرة فيما يخص حقوق الإنسان من لدن صاحب الجلال الملكة الفدة والحكومة المؤقرة هذا يدل بكل وضوح بأن البحرين تسير في خطة جيدة وواثقة تجاه تعزيز منظومة حقوق الإنسان في البحرين تجاه هذه التعديلات حقيقة وفق مبادع باريس وأكثر مما تطلبته اللجنة المعنية بالاعتماد هناك طبعاً كانت عدة ملاحظات من هذه اللجنة فيما يتعلق بموضوع المعايير اختيار الأعضاء وهذه طبعاً أصدر جلالة الملك في هذه المعايير وحددها بموجب الأمن الملكي رقم 17 لـ 2017 والتي فعلاً جاءت مطابقة لمبادع باريس هذا التعديل جاء ليعزز من أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بحرية واستقلالية في ترسيخ احترام حقوق الإنسان والذي بدوره يمثل دفعة إيجابية عن طريق الإنجازات الرائدة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين